اشتركوا في القناة صلاح الخير عليكم ازايكم وعملين ايه الحلقة اللي فاتت شفنا الموترلالة الموتو الجي 73 وكان للينا كده بيه بعض التحفزات اولينا كده بعض التعليقات عليه النهارده بقى تحفة المعمارية او تحفة الموبايلات اللي جاي من شركة موترلالة وهو الموترلالة الموتو الجي 23 على فكرة في مقرنته ما بينه وما بين 73 انا انصح بالتليفون ده جدا تليفون ده جاي بمواصفات فعلا رائعة وتحفة سعر على قد الإيد ورائع ويعجبك السعر بتاعه في الفئة المتوسطة أو دون المتوسطة إمكانيات قوية وجبارة وهنا استعرضها مع بعضنا وفي آخر الحلقة هقول لكم سعر التليفون ده هنشوف التليفون ده مع بعضه نشوف سلبياته وإيجابياته وهنشوف نقاط الضعف بتاعته والقوة وهنشوف بعد كده السعر بتاعه اللي جاي الرائع اللي على قد الإيد واللي يناسب حضراتكم يلا مع بعضنا استعرض التليفون الرائع اللي من شركة موتيريلا وهو موتيريلا موتو الجي 23 يلا بينام عزيزي مشاني في كل مكان ازايكم واخباركم ايه ربط وبخير اهلا بكم في حلقة جدا من الحلقة للثاندر تكنولوجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اشرف اه زي ما انا قلت بالزبط في المقدمة حلقة اللي فاتت لما كنا من الهتناول الجي تلاتة وسبعين اه فجئنا او خابق امانا ان التليفون نازل للاسهب بمواصفات اقل من الجي اتنين وسبعين بتاع السنة اللي فاتت ولكن يبدو ان موتيريلا لحظة الموضوع ده وعوضة الكلام ده في الجي تلاتة وعشرين اللي احنا هنرجعوا النهاردة التليفون ده جاي بمواصفات رائعة وهتعجبكم جدا وسيعرف فعلا قليل قبل ما هنستعرض التليفون ده مش هنسى زي كل مرة افكركم ما تنسوناش سابسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكممنتس وهنردها احراركم على طول زر الجرس لو سمحتم فعلوها عشان يجيلكم كل جديد وسندوق الوصف اسفل الفيديو او سندوق هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا خشوا خدوا فكرة ولو عجبتكم حاجة اشتقوها دعما للقناة يلا مع بعض راجع التليفون الرائع اللي فعلا جاي من موتوريلا وهو موتوريلا موتو الجي تلاتة وعشرين يلا بيه التليفون اعلن عنه في يناير اه عشرين تلاتة وعشرين وتحديدا اربعة وعشرين يناير اه عشرين تلاتة وعشرين وترح للبيع في شرق اسيا والشرق الاوسط في نفس الوقت ده ومتوفر دلوقتي في دبي ولكن حتى الان لم يتوفر في جميع الدول الشرق الاوسط اه او مصر ولو ان شاء الله نزل ان شاء الله هنبتدي نقول لحضراتكم اه او نكلم الشركة تبعت لنا اه جهاز نقدر نعمله لحضراتكم ان امكان يعني ابعاد التليفون ده مية اتنين وستين فاصلة سبعة في اربعة وسبعين فاصلة سبعة في تمانية فاصلة اتنين مليمتر الوزن المقدر للتليفون هو مية اربعة وتمانين فاصلة تلاتة جرام التليفون من الامام اه ازاز اه بطبقة حماية جوريلا جلاص من الفئة التالتة الفريم والضهر من البلاستيك والتليفون مهيئ انه هو ياخد شريحتين اه اتصال من نوع النانو ومجهز بانه هو يقدر او مقاوم او تصميم بتاعه مقاوم لرزاز الماء والاتريبة زي ما انا قلت لكم التليفون جاي بتصميم مستطيل الشكل ما فيش فيه منبيء الا بسيط جدا بحواف اه دائرية مش حدة او زوايا حدة بضهر املس وفيه اه موضوع الوطر او اكاسات الظهر غير مبصم ما يبصمش في الاعلى على الشمال فيه المستطيل اللي فيه الكاميرات وهو فيه تلات كاميرات اتنين على الشمال دقريتين فوق بعض كبار ومن اليمين دايرة صغيرة فيها الكاميرا الصغيرة او وتحتها الفلاش منتصف ظهر التليفون فيه علامة موتوريلا ومن الوجه فيه هو البانش صغير اللي هو الكاميرا في المنتصف في الاعلى للتليفون بالنسبة لشاشة التليفون فهو تليفون مجهز بشاشة اي بي اس ال سي دي تردد او رفريش ريت تسعين هيرتز النتس بيوصل لربعمائة نتس ودعم الاتش دي ار مساحة الشاشة ستة فاصلة خمسة انش بقوة استحواس تلاتة وتمعين فاصلة تسعة في المية روزوشن الشاشة سبعمائة عشرين في الف سبتمية بيكسل باسبيكت ريشيو عشرين لتسعة بيكسلات ميتين وسبعين بيكسل لكل انش طبقة الحماية من نوع البندة واللي معروف عنها مقاومتها الشديدة ليه الصدمات وله الخبطات يعني نيجي بالنسبة ليه البلادفورم او السيستم فالسيستم هي بقى اندورية تلاتاشر مطاعم بيه الماي الي بيقول عليه رقم تلاتاشر وبالنسبة ليه البروسيسور او المعالج فمن شركة ميديا تيك من النوع الهيليو الجي خمسة والتمانين المعتمدية بتاعته اتناشر نانوميتر واللي سبت جودته وقويته فبعض الاجهزة الرائعة اه الاخرى نيجي بالنسبة ليه البروسيسور او المعالج ده فاحنا زي ما احنا عارفينه هو تمن انوية او اكتا كور النواتين الاقويتين او الكاستم بتوعه بقوة اتنين فاصلة زيرو جيجا هيرس كورتيكس اي خمسة وسبعين والستة انوية الموافرة اللي اتقى بقوة واحد فاصلة تمانية جيجا هيرس كورتيكس اي خمسة وخمسين الجي بيو او واحد رسوميات من نوع المالي الجي اتنين وخمسين ام سي اما بالنسبة للتليفون فهو مجهز ياخد كوريت نمري وبياخد كارت نمري واحد طيرة وبالنسبة للزاكرة بتاعته الداخلية فهو ليه زاكرتين اربعة وستين جيجا بايت معها رامات اربعة جيجا بايت رام قبل للزيادة ومية وتمانية وعشرين جيجا بايت معها رامات تمانية جيجا بايت قبل للزيادة ومن النوع لزاكرة اليو اف اس اتنين فاصلة واحد. نيجي بالنسبة للظهر فالظهر زي ما احنا قولناه قبل كده فيه تلات كاميرات. الكاميرا الرئيسية خمسين ميجابيكسل. فاتحة عدسة واحد فاصلة تمانية. بالدعم الكاميرا الزاو العيدة والالت رواليد بقوة خمسة ميجابيكسل. فاتحة عدسة اتنين فاصلة اتنين. اما الكاميرا الماكرو فهي بقوة اتنين ميجابيكسل. فاتحة وتمانين بيكسل بفريمات او بفريم تلاتين فريم بير ساكند. الكاميرا الامية زي ما انا قلت يا برا انهول بانش صغير فوقه في الاعلى. بقوة ستاشر ميجا بيكسل فاتت عدسة اتنين فاصلة خمسة. آآ بالدعم الاتش دي ار وتصوير الكاميرا بيوصل لالف وتمانين بيكسل في الفيديو. وفريم تلاتين فريم بير ساكند. الصوتيات بقى رائعة وحدس ولا فعلا ولا حرج. فان آآ الصوتيات من النوع ستيريو سمعتين الاسفل ومن الاعلى ومجهزين بنظام آآ الدول بي اتموس. وبالنسبة لمكان وجود الجاك ليه تلاتة فاصلة خمسة ملي متر. نيجي بالنسبة لوحدات الواي فاي باحدث حاجة ودول باند. البلوتوز خمسة فاصلة واحد. الجي بي اس دول باند. الان فسي موجود. والريديو اف ام ريديو موجود في كمان التسجيل من ريديو. واليو اس بي من نوع تايب سي اتنين فاصلة زيرو. البصمة جانبية في زر الباور بالشياكة كذا ما انتم سايفين في الفيديو ويه الصور. وفيه كل السنسورز الموجودة في بقية التليفونيات. اما بالنسبة ليه آآ البطارية فمن نوع الليثيوم الخمسة تلاف ميلي امبير. وي آآ الشاحن بتاعها او معاها شاحن سريع قوته تلاتين وقت. التليفون ده بينزل منه تلاتة الوان لاما آآ الابيض او الستيل بلو او الاسود او الميل اللي بيسموه آآ التشاركل آآ الرائع او اللي بيدي شكل متل كده. سعر التليفون اللي نازل فيه هو ربعمية وخمسة دولار. يعني تقريبا آآ بسعر النهاردة وسعر وقت تسجيل الحلقة دي. يعمله تقريبا اتناشر الف وخمسمية اتناشر الف ربعمية. سعر بصراحة آآ قليل في الظرف في الظرف او في الظروف الغلوي اللي موجودة في البلد ديت. بالامكانات الجميلة بصراحة اللي جاي بها التليفون الرائعة اللي بيقدمها النهاردة موتوريلا لنا. لغاية ما احنا وصلنا لهاية البرنامج. يا ربي كل معلومات فاتت حضراتكم. طبع مرحب للأسفصار في اي وقت. شكرا جدا على الحسن استماع حضراتكم. ما تنسواش طبعا سبسكرايب واللايك والشير في كل مكان. شكرا.